إنما الأعمال وبالنيات ولكل امرئ ما نوى يقال إنه ده يعني من أهم الحديث اللي جاءت فيه دينا الحنيف وإنه يعني بهذا الحديث وبالنية وباستحضار النية يأما تصلح كل الأعمال يأما قد تفسد يعني وقد يكون فيه أعمال يعني بحمل جبال ممكن تروح بقى منصورا لإنه النية غير مستخضرة وغير سليمة خلونا نسأل عن النية بكل تفاصيلها إزاي نستحضرها وإيه النية الواجبة اللي لازم نعملها ولو ما عملناهاش ما ينفعش العمل وإيه النية المستحبة وإيه يعني النية اللي ناخد بها ثواب فضلت الشيخ أحمد الصباغ إزاي حضرتك ربنا يحفظك ويحسن نية فينا يا رب أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب البكي طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الأعمال بالنيات إنما دي يا فندم تفيد الحصر والقصر إنما الأعمال بالنيات يعني عمل بلا نية كشجر بلا سمر عمل بلا نية كإنسان عقيم لا ينجب مع الاحترام طبعا ده أمر الله سبحانه وتعالى يعني يعني أقصد إيه لا يؤتى من عمل بلا نية خير نضرب مثلا كان فيه واحد اسمه واحدة اسمها أم قيس هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة الحديث ده سببه كده ففيه واحد كان بحب أم قيس فسأل عليها عشان يخطفها تلناه يتقل يتقل لحد ما سأل له ده هجرت مع النبي قال بس والله ما لعتيقها وجي ساب مكة ومسافر المدينة ما بقولش هجره ما إيه مسافر عشان خاطر أم قيس فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ده جاي عشان أم قيس هو جاي مش عشان يهاجر ولا ليه سواب الهجرة ده لو لا حبيبته هنا ما كانش إيه جيه ما كانش جيه فجي سيدنا النبي مدي الحديث الجميل ده اللي هو يساوي تقريبا تلت الدين العلماء قالوا تلت الدين في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعماله بالنيات وسميه مهاجر أم قيس سميه إيه مهاجر أم قيس يعني اللي هاجر عشق قطر حبيبته أم قيس خير قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كانت هجراته إلى الله ورسوله فهجراته إلى الله ورسوله وحر ده في القصة دي ومن كانت هجراته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها أم قيس فهجراته إلى ما هجر إليه خلاص هو حر الرجل واضح وصريح انت جاي عشان فلانا أنا جاي عشان فلانا يا رسول الله خلاص انت حر ولذلك سيدنا النبي كان بيشاور يقول إلى قلب يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويقول صلى الله عليه وسلم ما فضلكم أبو بكر يعني ما زاد عنكم أبو بكر إلا بشيء وقر في قلبي وصدقه العمل فعايز أقول لحضرتك النية الصالحة تصلح العمل الفاسد والنية الفاسدة تفسد العمل الصالح